إلى دك عاصمة بنجلداش حيث تم احتجاز رهائل مساء يوم الجمعة في أحد المطاعم وقد أكد المسؤولون المعنيون أن هذا الحادث أدى إلى مقتل تسعة إيطاليين وسبعة يابنيين وأمريكي قال كبير أمنا مجلس الوزراء الياباني يوشيهي ديسوجي والسبت إن الحكومة اليابانية أعربت عن أسفها وحزنها الشديد إزاء هذه الحادثة ومن بين القتل اليابانيين السبعة امرأتان وخمسة رجال كما أضاف السوجان الحكومة اليابانية سترسل طائرة لنقل جثث الضحايا إلى بلاده في أسرع وقت ممكن ووفقا لوكالة أنباء أشوسياتي بيرس فقد أكد وزير الخارجي الإيطالي باولو جين توليني يوم السبت مقتل تسعة إيطاليين في الحادث هذا الحادث ضربة خطيرة من ضربات الرحاب وإنها لإماسان ولأمر محتز بالإضافة إلى ذلك أصدرت الحكومة الأمريكية بيانا أدانت فيه أمر احتجاز الرهائن وأكدت مقتل مواطن أمريكي كما قالت الحكومة الأمريكية إنها ستقف والمجتمع الدولي مع بنجلاداش لمحاربة الإرهاب وأنها مستعدة لتقديم أي مساعدة من أجل تقديم منفذي الحادث إلى العدالة ويذكر أن مسلحين شنوا هجوما على مطعم في عاصمة بنجلاداش داكا واحتجزوا عدة رهائن من مختلف الجنسيات وبعد ذلك قمت الشرطة الوحلية بأغلاق المطعم والمنطقة المحيطة به وتبادلت النار مع المسلحين وحررت 13 رهينة فيما قتلت 6 مسلحين واعتقلت مسلح آخر وقد لقي 20 رهينة مصاعهم على الأقل حتى الآن وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن هذا الحادث ترجمة نانسي قنقر